من القاهرة الزميلة الصحفية مونة صفوان حراك جنوبي والجنوب يتحرك ولكن هذه المرة بشكل أكبر مما كان متوقع مظاهرات ودعوة إلى انتفاضة شعبية نعم أهلا بك أستاذ توفيق نحن نتحدث اليوم على ربما فوضى جديدة دعنا نقول في الخارطة السياسية اليمنية إن صح التعبير الحكومة الشرعية تبدو مرتبكة كما أشرت هناك دعوات عارمة في كل المدن ومحافظات الجمهورية للتظاهر ضد غلاء المعيشة والانهيار السريع للعملة الوطنية وهذا الفشل الاقتصادي للشرعية وحلفائها في التحالف العربي ووسط هذه الفوضى يأتي إعلان فك الارتباط ما بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية بشكل رسمي بل والدعوة للاستيلاء على المؤسسات الإيرادية للدولة في الجنوب كاملا وهذا يعني أنه ما يشبه الإنقلاب الجنوبي أو التمرد الجنوبي إن صح التعبير على الحكومة الشرعية يضاف إليها التمرد الذي حدث قبل خمس سنوات الذي قام به الحوثيون في صنعاء اليوم يتكرر السيناريو في الجنوب الملفت هو الدعوة دعوة المجلس الجنوبي للإمارات والسعودية للوقوف معهم فهل سيقف التحالف ضد الشرعية؟ هذا هو السؤال المطروح حقيقة اليوم شكرا لك منا سفوان من القاهرة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة